اشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وازواجه وذبريته كما صليت على آل إبراهيم وذلك على محمد وازواجه وذبريته كما بعرضت على آل إبراهيم إنك حميد المجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محكثاتها وقل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون أوصيكم ونحسي بتقوى الله عز وجل في السم والعلم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يتموتن إلا وأنتم مسلمون معشر المسلمين إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته ألا وإن أعظم عبادة الله عز وجل هو ترحيبه سبحانه وعلى هذا الأساس بعث رسله وأنزل كتبه ليكونوا موحدين له سبحانه عز وجل وليأبدوه على بصيرة وألا وإلا جميع الرسل من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على هذه الفقرة وعلى هذا الهدى وعلى هذا النور ألا وإن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت بأن يكون أول الأنبياء نبينا آدم عليه السلام أن يكون آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا عقيدة جميع المسلمين من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ومن زاب عن هذه العقيدة فقد غوى ومن زاب عن هذه العقيدة فقد يضل ضلالا بعيدا ومن سك في هذا الأمر فإنه مصاب بداء وهذا الداء قد يؤدي به إلى الكفر ولياذ بالله معشر المسلمين إن من واجب جميع المسلمين أن يعتقدوا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا بهذا الحق وأن يلاحظوا عنه وأن يجاهدوا أنفسهم ويقوموا بحماية هذا الحق في كل زمان ومكان حسب القدر المستضاع ألا وإن أعظم الكتاب العيدنا هو القرآن العظيم فما جاء بوافقا لهذا الكتاب قبلناه وما كان مخالفا لهذا الكتاب رجدناه مهما كان تعظيمة عندنا ألا وإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاهد مع أصحابه وهو خير الخلق أجمعين وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم دفاعا للدين دفاعا للعقيدة دفاعا للحق الذي بؤث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتاهم اليقين قال سبحانه إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الكوز العظيم ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة فحري بك أيها المؤمن أن تطلب لقصار جهدك دفاعا هذا الدين قدر المستطاع وعلا تكون كالثوب المبلل الذي لا يحرق وأعظم من ذلك وأبشع وأشنع من ذلك أن تكون ظاهرا للكافرين والعياب من الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم وصدق الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم عبوهم الشبهات الحديث ألا وإن من أعظم الفتن التي تلين بها في هذا الزمان فتنة الفرق الضالة المارقة من الإسلام الفرق الكافرة بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباقل من بين يديه ولا من خلقه ألا وإن من أعظم هذه الفتن فتنة الأحمدية القاديانية الباطلة التي جاء بها غلامهم المدعوم للمسيح أو غلامهم المدعوم للمسيح عليه من الله ما يستحق أيها المسلمون إن هذه الدعوة الباطلة التي قامت على حركة باطلة وكان ظهير هذه الحركة الإنجليز الذين كانوا يواجهون حركة الجهاد الإسلامي العظيم في إقليم بنجاب الهندية أيام الاستعمار فلما رأوا أنه لا سبيل للوصول إلى مطامعهم إلا باستناء متنبئ يدعي اللبوات ويقوم بهدم أركان الديني فذهبوا وصنعوا لنا هذه الشخصية المارقة الخارجة من الإسلام فجاء بهذا الدين الجديد وبكتابه الجديد وبمعاياته الجديدة وبدعاوه الجديدة وبجنته الجديدة وبناره الجديد والعياذ بالله فهو دين ليس دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد انعقل إجماع المسلمين منذ أن ظهرت هذه الحركة منحرفة على كفران هؤلاء وعلى بطلان دينهم الذي يدعونه لأنه لا دين إلا أمير تغير الإسلامي دين فلن يقبل منه وهو في الآثرة من الخاسرين وما من أحد جاءنا من دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اعتقدنا ببطلان دينه وإلا فإن بنا خللا لأن الله عز وجل قال ومن يفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوطفى لن في صامنها والله سميع عليه وللسدلال على بطلان هذا الدين يكفي عاقلا أنه لو قيل بأن هؤلاء لا يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين تكذيبا لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ويؤمنون بالتناسخ الأرواح وأن الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تهتم بالنبوة ولا القرآن الذي نؤمن به هو القرآن الذي يؤمنون به ويعتقدون أن أصحاب غلامهم الضال أفضل بل أن أصحاب غلامهم الضال من أصحاب نبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما يعتقدون من ضمن معتقداتهم الباطلة أن الحج الأكبر إلى طاليان عندهم في الهيدي ولا ليس إلى مكة المكرمة كما أنه ما من مسلم عندهم إلا وهو في معتقلهم أنه كافر ما لم يعتنف دينهم المنحريفة كما يعتقدون بإلغاء الجهاد ويعتقدون ويزعمون بأن عيسى بن مريم الذي بشر قومه كما جاء في القرآن وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاء لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يغشي من بعد اسمه أحمد يزعمون أن هذا المبشر به ليس نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما هو ملامهم نعوذ بالله من مضلات الفتن عافان الله وإياكم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البجينات والحكمة أقول ما تسمعون فأستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحه ومن واله وعلى آله وعلى آله ونفعنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اللهم تقبل نانسي قنقر